مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى النقاط العسكرية في محافظة صلاح الدين بالعراق وأصفر عن استشهاد وإصابة عدد من العسكريين وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الضرف الدقيق وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب العراقي ولأسر الشهداء وأكدت مصر على موقفها الثابت والراسخ الذي يدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله